أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج عن نجاحها في تطعيم 93% من إجمال الأعداد المستهدف أن تطعم ضد فيروس كورونا ممن هم أكبر من 18 عاما كما نفذت مدرية الصحة بسهاج عدة قوافل تثقيفية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الأكثر احتياجاً لتوعية المواطنين بكيفية تفادي الإصابة بفيروس كورونا وأهمية التطعيم محافظة سهاج الحمد لله نقدر نقول إن إحنا حققنا الهدف من المستهدف للتطعيم ضد فيروس كورونا وصلنا لعدد 93% من المستهدف العام والمطلوب تحقيقه على بمحافظة سهاج لسنة أكتر من 18 سنة لكن بنقول برضو إن إحنا لسه مسامرين لإن إحنا دلوقتي التارجد بتاعنا مش بس المستهدفين فوق 18 سنة لا إحنا شغالين على أكتر من تارجد هو الوصول لكل مواطن والحصول على لقاحة الدفيروس كورونا فوق 18 سنة أو أقل من 18 سنة شغالين برضو في التصقيف الصحي والتوعية وزيادة التوعية لجميع المواطنين بنعمل زي قوافل توعية للقرى والنجوع لها تأثير فعيل على الأرض نقدرنا نوصل لجزء من المجتمع كان فيه صعوبة للوصول إليه